وفي ختم جلسة قمة رؤساء مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق المتوسط والشرق الأوسط أثنى رئيس السيسي على جهود المبادرة في تعظيم العمل الإقليمي لمواجهة التغيرات المناخية وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد بصر للعمل مع كل أعضاء المبادرة لضمان تنفيذ خطة العمل على نحو يساعد في تعظيم قدرة دولنا على مواجهة تغير المناخ أشكركم جميعاً على هذا الحوار السري والنقاش البناء والذي يؤكد الأولوية التي أصبح عمل المناخ يتمتع بها في دولنا وهذا كذلك التعبير عن إعجابي بما تم عرضه من خطوات تم اتخاذها بالفعل في إطار المبادرة وبخطة العمل الإقليمية التموحة الخاصة بها التي تتصخ مع مبدأ التنفيذ الذي نركز عليه في قمة المناخ هذا العمل إن مصر يسرها أن تعمل خلال الفترة القادمة مع كافة دول الأعضاء أعضاء المبادرة لضمان أن يتم تنفيذ خطة العمل على نحو شامل يساهم في جعل دولنا أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية ترجمة نانسي قنقر